إن شاء الله ينكون الأهلي في النهائي ومازلوا تقابل مرة أخرى مع سانداونز الجنوب أفريقيا كيف ترى المواجهتين؟ هي بقى مطس صعب جدا جدا فرقة سانداونز من أحسن فرقة دلوقتي بتلعب كورة فرقة مميزة فرقة متكملة فرقة يقاحها سريع عندهم لعبين ملعبين يلعبوا كورة يعني فرقة فرقة كورة يعني ما تجي تتفرق كده تقول إيه لا فرقة دي فرقة محترمة فسانداونز تبقى مباراة صعبة جدا 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 وأتمنى أتمنى طبعا النادي أهلي لها بسانداونز طبعا تمنى أنه يكسبه وياخد البطولة ويفرح جمهور النادي الأهلي ويعود الخصوارة طبعا التقيلة اللي حصلت للنادي أهلي من برد تاعة خمسة دي هل تختلف الحسابات بالنسبة للأهلي وتختلف الحسابات أيضا وكهة سانداونز لنادي الأهلي مرة أخرى؟ الحسابات طبعا طبعا الحسابات طبعا تتغير للنادي الأهلي النادي الهالي انت عارف يعني الواحد كان متواجد في النادي الهالي فبيبقى فيه حي تتغل كده من نوع اللي هو الفرقة دي كسبتني خمسة والفرقة دي هي لعبة نهائي والفرقة دي ما ينفعش تكسبني تاني ده كلام بقى انا بكلمك من جوة المربخ يعني ما بنيجي نقعد مع بعض واللعبة قبل المبرامة مهمة زي دي نقول ما ينفعش ان احنا نخصم بفرقة دي تاني وفرقة دي كسبتنا خمسة جمهوري النادي الهالي زعلان جدا من نتيجة فما ينفعش وجات لنا تاني يعني الموضوع جال لنا تاني فنيقدر ان احنا الخسارة اللي احنا خصمناها خمسة دي نقدر ان احنا نفرع بها جميل النادي الهالي ناخد البطولة ونيقدر ان احنا نقول ان احنا ما كانش يومنا في مرات سانداونز وديرنا ان احنا ناخد البطولة من سانداونز طبعا اتبقى امبارة صعبة جدا جدا يا برضو انت لو كلمت على ان رجاء فرقة من الفرقة اللي كانت في المارك في دور المجموعات ما هي رجاءت لو تراحز على طول بتلاقيه في دور المجموعات اقدر عدد من الاهداف في مرموهم دي برضو كانت امور كبيرة جدا كانت مفاجأة لنسبة للرجاء وخروجه الرجاء على طول بتلاقيه في دور المجموعات ماشي كواس جدا لكن لما بتجي تتلعب بقى دور الادوار اللي هي بعد كده بتلاقيه يعني وحظان هي وقت مع النادي الاهلي يعني تفاهم وانا شايف لا امكانيات النادي الاهلي لا يعني فرق شاسع بيننا وبين الرجاء في الكورة وشايف امكانياتنا كمان قدام التراجي برضو الاهلي احسن هي المباراة اللي هتبقى صعبة عليك شوية لو سننا نهاية وسنداونز اكيد سنداونز انت وصل نهاية فدي اللي لها امور بقى ولها كلام تاني خالص يعني فهتبقى مباراة صعبة جدا